أهلا وسهلا ومرحبا بكم تحية لفلاحتنا في كل ربوع وطننا تعاونتوا بينا في حصص خاصة بموضوع التربة في إتار شراكة بين الاتحاد تونس في الفلاحة والسيد البحري ومشروع بروسول المشروع التي تشرف عليه وكالة تعاون الألماني ووزارة الفلاحة ممثلة في الإدارة العامة ومحافظة على الأراضي الفلاحية عديد شراكة في البرنامج وعديد المحاور التي يهتم فيها المشروع هذه المحاور ذات طابعة فني وعلمي مهم جدا اليوم أن الباحثين يكون عندهم كلمتهم ومهم جدا اليوم نتائج البحوث توصل للفلاح لأن الفلاحة اليوم كما يستحق دعم مادي يستحق كذلك دعم فني خاصة في ظل الظروف وتحولات التغيرات المناخية التي تعيش فيها بلادنا وتحديات التي تمس مباشرة القطاع الفلاحي اليوم ضيفنا مرة أخرى سي العجمي العربي أستاذ تعليم عالي فلاحي بمعهد الزيتونة ممكن نحكيه على الزيتونة نعرف أهمية شجرة الزيتون وتاريخ في تونس لكن رغم العلاقة متاع الشجرة هذه مازال عنا ما نتعلم ومازال عنا ما نعرفه بخصوص شجرة الزيتون في تونس اليوم بش نحكيه على موضوع نعتبره موضوع جديد ما ما سمعتش به برشا إن أقبل هو أهمية إدماج خشب الزيتون في تحسين خصوبة التربة سي العجمي العربي مرحبا بيك مرة أخرى عايشي كي سوفت فيه وشكرا للدعوة المتجدة في برنامجد أكو أحكينا في حصة سابقة على إطار الشراكة بين معهد الزيتونة ومشروع بروسول فم برشا برامج بيشتخدموا عليها وخاصة بيشتخدموا بباشرة مع الفلاحة على الميدان اليوم بيش نحكيه على أهمية إدماج خشب الزيتون على خصوبة التربة فهم شكرا سوفي كيما حكينا مرفيات حكينا على التسميد حكينا إنو شجرة الزيتون بيش تنتج زمها تستنزف عديد الموارد من التربة بتاعنا بيش نتذكير فقط تذكير بسيط الزيتون بيش تنتج طن من الزيتون تستنزف 15 كيلو أزوت مادة أزوتية من التربة تستنزف 17 كيلو إلى 18 كيلو بوتاس 4 إلى 5 كيلو فوسفور 25 إلى 25 كيلو كالسيوم و 4 إلى 5 كيلو ماليزيوم هذا يحكينا على المواد الأساسي معناها تشوفوا معناها كميات هامة وهامة جدا تستنزفها سنويا بيش تنتج الزيتون نحن كنونجو الزيتون شنو عنا؟ عنا بالأساس نونجو الزيتون الخشب الزيتون السلوطفي هو كنز على مستوى المواد الموجودة فيه إذا نحسن تثمين الحطبة دي فأكيد مش نقوموا بعملية مش تكون عملية معناها فعالة جدا في استعادة خصوبة التربة وفي تحسين إنتاجية الزيتون فيما بعد فعليش سلوط؟ لأنه نحن عادة كنونجو الزيتون إذا عنا مئة شجرة زيتون في الشمال التونسي إذا نقوموا بعملية تزبيرة لكل شجرة نحيو منها 30 كيلو حطب متع زيتون فمش يكون عنا ما هو معدل ثلاثة طن من الخشب في الهكتار الواحد معنا عندك ثلاثة طرنت أحطب متع زبيرة جاء من هكتار واحد متع زيتون تقولي عاج مش نية فيه معناها ثلاثة طن واحد نحن قاعد ينترشوا فيه يمشي في حم ولا يمشي في حم ولا يتطرش ولا يتحق فما الناس تحقوا معنا لكم تتموهم معنا ما تستنفعش منه بكل أنا شو نقلهم أخوين فلاحطب متع زبيرة مش نستعملوا فرزوز حاجات أول شي بعد ما نعمل زبيرة متع زيتون فما كمية من حطب ذلك يزبنا نستعملها كمسيتة مش مش نشده مش نشده السوسة متع الزيتون وهي آفة كبيرة قاعدها تتعب في الزيتون في الشمال التوتسي لأنه كنا نضعه نحن مش نحطه في كل صفه متع زيتون مش نحطه قدس متع هذلك حشرة متع السوسة مش تشمه مش تمشي تعشش فيه مش تحاول هي تكمل السيكل متاعها قبل هي تكمل السيكل متاعها أنا من ننصحكم مش تحرقوه بعد ما نفيقوا بسوسة تشدد نجمه نرحيه ونرجعه في الترائب والكمية الباقية اللي نجمه نرحيه هالكل نجمه نرحيه فما مكينات توقعه لتقوم برحي نجمه تحطه وانتي عالترابي متاعك وتجيب المكينات ترحيه على عين المكان فما نسميه نحن مكينات معنا بتاع رحي بعضيورها ترحي في الحطب ذلك وترجع في الزيتون متاعك لماذا؟ كل طن عندما نحطب الزيتون شنوه فيه مواد معدنيه؟ الطن فيه في حوالي ستة كيلو أزوت كل طن في ستة كيلو نحن قلنا عنا ثلاثة طن معنا عنا ثمانتاشين كيلو أزوت معناها ما معدل ثمانتاش في الثلاثة تجيه في حدود خمسين كيلو أمونيتو معناها دجا انت تحطه بمتاعك ومش يعطيك خمسين كيلو أمونيتو شنوه فيه؟ فيه ثمانية كيلو بوتاس ترناتا ثلاثة مانية كيلو إذا عنا ثلاثة كيلو معنا عنا 24 كيلو بوتاس 24 كيلو بوتاس معنا أحبيت نفهمين معنا الشي اللي خديته الشجرة من الأرض يمشي في الحطب هذيك يوقع؟ شفت كمية الاستنزاف كمية الاستنزاف تستنزف بش تحط في الحطب ومش تحط في الزيتون الزيتون ما نجموش ترجلون الزيتون يمشي نجم يرجع السيواء كمرجين وإلا كمستثمة الفيطور نجمع الزيتون إلا نجمو نستعملها بش نرجعها في الكسامات والحطب هذيك يوقع محافظة على كل والحطب هذيك يوقع فيه إن فوها صارت لديكمبوزيسيون صارت تفكلك متاع ومش يعطيك المواد هذه الموجودة نحن شنوه الفلاحة متاعنا؟ لازم يكون عنده شوية صبر يعني كمش نحطه لحطب مش مش حطه سنين مش يقع مفعول متاعه سنين لازم شوية وقت بش مكتعب في حطب هو صحيح مش يتكسر مش يتهرش أما بش يعطي بستيقع الديكمبوزيسيون وإزما وقت إزما فما ذروب معناها مش يقعد في التراب مش يتخلل مع التراب ومش يسيري بروحه بشوي بشوي معناها شنوه نقصد معناها وعنده فما حاجة من زمن طن بتاع الحطب هذيك فيه أربعمائة كيلو كربون مواد عضوية معناها شوفه كمية أهمية معناها كنحطه ثلاثة طن نحن لا حق كما قلت أنت كنز كنز مهم خلفة كيلو مش عطولا ألف ومئةين كيلو كاربون مواد كاربوني وانحنا نقع لجوه believed نسبة مواد العضوية في التراب neue وكيف تحسن المواد العضوية بأنły كاربوني مش عطيني الأزوت مش عطيني الفوسفور والحي مش يعطينا المانيزيوم مش يعطينا الكالسيوم وزيد مش يعطينا مواد الكربونية هي أكبر نسبة وأهم نسبة نحن التجربة بتاني شعطات السلطف قمنا بالمادة قمنا معنا بهرس راحي مواد احتراج الاسبيرة مدة خمسة سنوات متتال كل عام نقومه على مستوى ضائعة واحدة على مستوى ضائعة واحدة في التجربة قمنا بمعدة الزيتون معنا خمسة سنوات تبعنا ما حطيناش فيها ما قمناش فيها بعملية هرس ومعنا راحي وحطانه بالشياء دي ما في حتى شيء معنا الشياء قاعد ينتج مغير ما نرجعه احتراج الاسبيرة فقلنا انه نسبة المواد العضوية مشينا من 1.5 الى حدود 3.2% بعد خمسة سنوات مغير لا اسمد لا حد شيء زدنا نسبة كمية المواد الأزوتية وكمية المواد البوتاسية بنسبة 60-70% معناها كنت اخوا الترعب ما فيش احتب والترعب في احتب خمسة سنوات نحن نحطو فيها ومش حطينا عامكة معناها حسننا المسب وحسننا الخصوبة بسيفة كبيرة درجة وبالتباعك نحكيونا عن خصوبة تحسين خصوبة لرغ غضوة بشنلقاوها في الانتش مش تربح في كوف الاقتصادية مش تربح لانك مش تبدأ تستغنى بشوية بشوية على الأسم ده الكيميائية انه عندك ما يكفي بش زيتونة معناها تستهلك المواد تستحقها بش تنتش نحن ننسى ونحطو ونحن نحتب ذلك مش يكون فعال جدا في التبخرة التعلمية انه مش حطي لك عمي معناها نحن ما نقلش كلمة بالعربية كأنك مش تحط ميهاد مش تحط ما نحن نقوله باياج معناها مش ينقص نسبة التبخرة التعلمية هو نفسه مش يزيد يحسنك في التنصي كان انك مش تغتي لهذا صحي، مش يزيد يحسن في خزن كمية المياه مش يزيد يحسنك في نسبة تخزين المياه يحسن زيادة كيف تفكروا هكا الديفيرونس معناها كيف يزيد يحسن سخون برشة معناها ترابعة شو سخون يسر لانه مش الاجيكو من فيلتر معناها ديما كالدرجات الحرارة مش يحط على درجات الزيتونة تنجم تتعايش معها والعروق متاحات تنجم تتعايش معها بلده يحسن في حاجة اخرى هي نسبة التكاثر متاع الكائنات المجهرية الحياة اللي هم حاشنا بهم في التربة متاعنا معناها شوف عنده كل ما هو إيجابي مش تقاه بالاستعمال بتاع الحطب معنا الحطب اللي هم بتاعنا وما فيهوش كلفة وذيك كما قلت انت الحطب اليوم الفلاحة تلاوح فيها مجبورش تعمل زبيرة بتاعزيتونة انك لو تعملش زبيرة بتاعزيتونة مش تمشي في تدار متاع انتاش وفما من داولة تجربة هذي فما شكون فلاحة حقيقة هوة فما واعي كبير خاصة في اراضي معنا نقول نحنا ضياءات كبيرة معنا الناس عنده مساحات كبيرة اكثر من ناس قادة تستعمل معنا تشري في الميكان الخاصة برحية ذي وقادة تستعمل فيه نحنا توزمنا نشوفوا حل على المشكلة المكينة هذي متوفرة المكينة هذي المكينة هي متوفرة او مش قول معناها تول كتاب دا فما تعاونيات انتا فلاحة اذا سمسها وانا يمكن نرجعه مش نحكيه في موضوع اخر انتهامية الهيكريم مهم جدا النجم يقتنيو على المكينة معنا كشركة تعاونية وبعد يستعملها الناس في كل بايش يرحيوها طبمتها الساعة متاحة في حدود غالي شوية ثلاثين خمس وثلاثين الدينار كي تبدأ مجموعك متاع فلاحية وعنا عنا تأثيرات ايجابية كي ما حكيت لك معناه اكيد ياخذوا مكينة ومش تكون عندها مقدودية اقتصادية هامة وهم جدا معنا نحسنوا نسبة الموضوع العضوية نحسنوا العناسر المتاحة من ازوت من فوسفور من بروتاس بأساس لهم العناسر تسحقهم الزيتونة باش تعطينا انتاج هامة هذه على مستوى الحطب متاع سبيعه معناه عنا كنز احنا مانش قاعدين نزغلوا فيه بالحق بالحق انا هاني عندي قديش انتابع في الفلاحة من اول مرة اول مرة نسمع بالتقنية هاذي واول مرة نسمع ان اليوم الحطب ينجم يكون هو معناه سماد عضوي فعال ينجم يحمي الارض ونجم يزيد فيه خصوبة التربة وفيه انتاجية شجرة الزيتون كي نحكيه على الزيتون نرى ونحكيه على شجرة معناه عندها اهمية اقتصادية كبيرة نشوفه اليوم العملة الصعبة اللي قاعدة تدخل فيها الزيتون يدخل فيها زيتون تونس ونشوفه خاصة المساحات الكبيرة اللي قاعدة تتزرع وفهمة توسعات كبيرة اليوم كي نحكيه وعلى المناطق تدخل متاعكم نحكيه على باجة سليانة الكيف المناطق هالي ما كانتش معروفة بالزيتون لكن اليوم فهمة مساحاتك كبيرة قاعدة تتزرع لكن المهم مش انك تزرع ولا انك تتوسع المهم انك تعرف تخدم وتعرف وتستحفظ على التربة متاعك وعلى ديمومة الشجرة هذي الحلول الموجودة الباحثين على ذمتكم معهد زيتونة على ذمتكم اليوم في برنامج شراكة متاعكم مع بروسول شنو الخدمة اللي بيش تخدموها بالضبط في المجال الهدية كما قلتك سويت في المدخل امانيا او مرة حكينا انه انه لازمنا نطبقه نحن الهدف متاعنا بش تحكيه على الحطب نحبه نحن نطبقه حزمة فنية تكون مت كاملة وتحتمد درجمية اهم حاجة بالنسبة لنحنا نعطيه الفلاح الامكانية انه يسمد ويحسن الخصوبة متاعه بحاجات بسيطة نحبوش نعاقدوها برجة فلاح يعيش في غرية صايبة حد ما يوكي غدايه فلاح ما عادش في امكانه بش يخل اسم ده هذيك الكل او حاجة اسم ده كيميائيه اسعار بتاعها اصبحت معناه مش شطة معناه كما قلنا حكينا مرافيت السعر معناه طن من البروتاس ولا ينتي سي العربي تحكي على الاسوام حتى على الكاليتيره واليوم فهمه برشة مواد كيميوية قاعدة تدخل منعرفوهيش من ينجيه منعرفوهيش نوع تأثيرات خلص ينجيه على الارض نحن ما نحبه 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 حاجة مندمشة نحبه الفلاحي يزدغل الحاجات هي موجوده عانه من صعبه وش عبه سيحهن على المرجين كما حكينا مرافيت فهمي امكانية اذا تقى هاي كلاهاتي عن فلاحين انهم يصنعوا المستثمد متاحهم ورحادهم مخالفة الزيتون راننا نحكي لانه يحتب التاسبير الفلاحيث على السيورات في النجمة نستعمله في سنوات المستثمد نحن نحطه نسبة 10% يعني كي مش نصنع كمبوست مش نستعمل فتورا تازيتون مش نستعمل احتب تازبيرا مش نستعمل شوية غبار بتاع حيوانات النسبة بتاع ننصح بها نحن لأنه كي ما قدتك احتب بي مادة كربونية برشا هي في حدود 10% مش نحط مع الفتورا تازيتون مش نسقيه بالمرجين معنى نحبه نصنع مستثمد بالاساس نعتمدوا مخالفة تازيتون نحبه معنى الفريح ما يخسرش برشا معنى نحاول ندمجوا اقصى حد ما هي كلها مخالفة ما نحبهوش يمشي يشرق اسمدال حتى شي هاوش عندك عندك انتي الزيتون بتاعك نبيع الزيتون نحاول تستعمل المرجين نحاول نرجع الفتورا بتاعنا بتاع الزيتون بتاعنا نجيبوها الضيعة بتاعنا عنا الحطبة بتاع زبيرا وبهدايا نجمه بحاوله ننشحوه نحسنه في الخصوبة او شي انه نحن التفكير متاعنا ما عادش فينا نحن نحن مو في الاجر الجاي فما عادت مناخيه قاعدة تسير الصعوبة هذه انا سمحني سير عالبي نتفاعل معك انا و انا صغير ديما كنا نسمعه لنشوفوك ما دعتنا تاع ترشيد استهلاك الماء ما تعطي ايش قيمة انتي تقولها بريتو نحكيلك على عشرين و خمس و عشرين سنين التالي اليوم ووصلنا الى الوضعية اليوم ووصلنا الى الوضعية اللي فما برشا بلايس في تونس الماء ولا كيمة من الكماليات اليوم كي نحكيه على التربة الي نجم اليوم الناس تكون مش واعية بالمشكل و خطورة الموضوع هذي لكن لو بالوقت تنجم غدوة انتي تزرع و ارضك ما تعطيك شي و تصب حتى لم تر و تسقي و تعمل الي تحب لانه كيفاش نقوله لا لذي ماتت ماتت معاش راتي و توجينا في ارسل اذا دخل سيوت في نحكيه على الزراعات البينية بين الزيتون و وقتاش يزا منها نزره و وقتاش يزا منها نحصده كيفاش نبكره في الزريعة باش نحصده بكره متقع عش المنافسة بين الزيتون او الزراعات هذيك على الماء ثم عديد تقنيات بسيطة جدا او حاجة فلاح ينوع من المصادر بتاع الدخل بتاعك تعمل زراعات البينية دجا انت مش تحمي التربة بتاعك من انجيره هذي اول حاجة مش تحسن الانفلتراسيون بتاع الماء بالعربية مش تحسنه في السرب التعلمية في التربة بتاعك ما تمشيش ساعة نفقد الكلمات بالعربية هما الجوز باش نبينه معناه فما عديد الحاجات يزم فلاح يستغله طوي اذا يحب يختم زيتون والقاعدة صحيحة باش يجاب التغيرات المناخية باش ينتج بلدي ويعطي منتوج ذو نوعية جيدة عن الزراعات البينية عن تثمين المخالفات خاصة نحطب الزبيرة عن تثمين المرجين اذا ما نخدمه نقومه بالزبيرة بتاعنا طريقة صحيحة نجابه القافات بشيء بسيطة كما حكينا يمكن حتى زملائنا يجيوا هنا باش يحكيوا عن المكافحة المندمجة السوسة بتاع الزيتون نحنا نعانيو منه لماذا نعانيو منه؟ نجيوا ونقدسوا لحطبة بتاع الزبيرة في الحواشة بتاع الثانية بتاعنا السوسة تخرج من شجرة الزيتون تمشي تعاشش غادي تكمل السيكلة بتاعها في عقلها وتعاود ترجع للزيتونة باش تضرحها باش تريحنا النواق باش تريحنا السبل جديد وقتل انتي عندك امكانية انه لحطبة ذاك التمنوا تشد بيه السوسة بتاع الزيتون وبعد تقوم برحلة بتاعه وتحطه في الترابة بتاعك باش يعطيك منفع خصوبة بتاعك وعلا انتجين بتاع الزيتون خلتني معناها شهر بتاعنا باش يكون ان شاء الله الناس كلنا تعاونوا باش نبرغوا المعلومات هذه سي العجمي احنا من خلال راديو الفلاح ديما نروي واللوم على البحث العلمي نقولوا البحث العلمي مقصر البحث العلمي مش قايمة بدوروا لكن الوقت اللي البحث العلمي يكون فعال ويكون ناجح ويكون قاعد يخدم في خدمة في العمق يم نقولهم نجمه وكي نقولولهم يعطيكم الصحة يبقى الدور على الفلاح الفلاحة اليوم يلزم يخرج من عقليته انه نستنى شكون يجيني ونستنى شكون يعطيني ونستنى شكون يوصلني يلزمك انتي اليوم تبحث على المعلومة والدق الباب مرة واثنين اه وثلاثة ده اليوم نسمع معلومات اه مهمة جدا اليوم الفلاحي نجم يستغنى على الاسم ده نعرف الفلاحة الكل تشتك تشكى من الغلاقة متاع الاسودة من الفقدان متاحها ومن الغش في الاسم ده اليوم بديل موجود بامكانيات بسيطة الي ينقص هو انه نقتنع الي راو اليوم معاتش نجم ونخدم الفلاحة بالطرق التقليدية المناخة تغير الارض تغير تحديات جديدة برزة في القطاع الفلاحي كان من نواكب وهيش راو بش يفوتنا الركب والحاجة الميت تدرك هيش اليوم راو غضوة صعيبة بش تصلح احنا نحبه كيف نقوله نشوفه البلدين الممنافسة لنا خاصة في قطاع زيتون قاعدة تخدم في خدمة كبيرة قاعدة تحسن في الاتجية قاعدة تحسن حتى في الكاليتين قاعدة تحمي تربتها احنا تونس ارض الزيتون يجبنا نستحفظ على الشجرة هذه ويجبنا خاصة نستحفظ على تربتنا لان هذه هي الراس المال واذا كان ضاع الراس المال كل شيء يتيح في الماسي العجمي كان عندك اضافة كان عندك نداء للفلاحة فقط انا عندي اضافة بسيطة شوية منحب ما انا تشوف في اسبانيا او ايثاليا شوية منحبهم هي فلاحة ايكولوجية خاصة في الزيتون بادماج العنصرية والتنقيس من استعمال الاسمدنس والتنقيس من الحراث والهدافهم ليس نية هو انهم يأخذوا مساعدات او منح لانهم قاعدين يجيبوا في التغيرات الملخية لانه شوية قاعدين يعملوا فيه كي يعاونوا على خزن ما يسمى اكسيد الكربون على مستوى التربة او على مستوى شجرة الزيتون نحن في تونس اذا ما نشتغل هذا الشيء او الشيء كي نجيبوا تغيرات الملخية وانه الزيتون مش تساعدنا باش نقصوا من المفعول السلبي بتاع تغيرات الملخية نقصوا من الزيميسيون او معنى يقولون احنا ثاني اوكسيد الكربون نخزنوه سواء في الشجرة متاعنا سواء الا في المستوى التربة متاعنا ونحن زيدا من حقنا زيدا اذا نخدم الخدمة صحيحة ان نطالبوا وانا قاعدين نساعدوا كما هديد البلدان في العالم ان نقصوا من التأثيرات السلبي وانا قاعدين نزعها في الزيتون وانا نخدموا في خدمة صحيحة وانا نتمنوا في المخلفات وانا قاعدين نستعمل في حاجات كيميائية فانا يساعدنا حتى في مطلبة متاعنا يكون معنا صحيح وانا نخدموا في خدمة صحيحة فمعروهم الناس اللي قاعدة هي ساعمت بالاساس في الترارات الملخية بلدان الصناعية انها تعطينا حقنا زيدا يعني قاعدين نخدموا شوف قاعدين نشدوا في ثاني اكسيد الكربون شوف قاعدين نزيدوا نخدموا خدمة صحيحة وانا ثمنوا في مخلفات وانا حسنوا في نسبة المواد العضوية شوف قاعدين نشدوا في مواد كربونية معنا ملاهوة فنحن نزعنا نخدموا خدمة صحيحة باش من بعد نطلبوا الطالبات نكونوا زادا محاقين في طالبات قاعدين نساهموا نحن نقصوا من التأثيرات السلبية في الترارات المناخية فهم يزعنا زادا يعاونونا ويعطيونا واضح سي العجمي واليوم كي نحكيه على أمن غذائي ولا نحكيه على السيادة غذائية راي ما هي الشعارات راي الخدمة من نجم الحق وكتفائنا الغذائي ومن نجم نوصل كيف نقول شعبنا يكون شبعان والفلاح يكون راضي ورابح إلا ما نخدم الخدمة على قاعدة وإلا ما يكون الفلاح والباحث والإدارة كلها اليد في اليد وإن شاء الله مشروع بروسول هذي يكون بداية الخطوة الأولى في طريق الصحيح بش نبدأ ونصلحه لأنه اليوم هاي مش الخطأ ولا معاش مسموحنا ينزمنا نخدمه ينزمنا نثنيه وحتى واحد ما يرمي الكورة الكورة للآخر اليوم المسئولية مشتركة ومصيرنا واحد ومعنا حتى خيار إلا نحطه اليد في اليد سيعطيك الصحة سي العجمي العربي أستاذ تعليم عالي فيلاحي بمعهد زيتون إن شاء الله بيشكون عنا لقاءات أخرى مع باحثين من معهد زيتون لأنه اليوم بالحق فما خدمة كبيرة خدمة يلزمها تخرج للذو يلزم الفلاح على أقل المصلول المعلومة هو يبقى عنده الخيار أنه يتبقها ولا ما يتبقهاش لكن اليوم الفلاح معادش يلزم يرمي اللوم على غيره اليوم الفلاح زيته يلزمه يتحمل مسؤوليته هذه كانت مصافحة أخرى كما قلنا في إتار برنامج أعلامي في شراكة بين الاتحاد تونسي الفلاحة والصيد البحري ومشروع بروسول إن شاء الله بيشكون عنا لقاءات أخرى ومواضيع فنية أخرى بيش نوصلوا كما قلنا للفلاح المعلومة الي تنفعوا الي تعافظ على التربة واللي كذلك تحسن له ومدخلوا يعطيكم الصحة واستنيونا في موعد جديد إن شاء الله الخميس